مرحبا شباب قامت ابل يوم امس بتنزيل تحديد جديد ايواز 16 نقطة واحد باتا اثنين يعني النسخة التجريبية التانية للمطورين بالنسبة للنسخة العامة يجب ان تنزل اليوم او غدا ساخبركم في تويتر لما تنزل اذا كنت قد حددت من الفيديو الصابع الذي شاركت معكم لانه نسخة العامة وفي هذا الفيديو سنتكلم عن المميزات والتغييرات الجديدة في هذا التحديد الغير موجودة في النسخة التجريبية الاولى ولا ايواز 16 سنتكلم عن المشاكل التي تم اصلاحها التي اشتكيتم منها وفي الاخير سنتكلم عن متى سوف ينزل هذا التحديد رسميا لجميع الاجهزة واول شيء ممكن تلاحظون هو ان هذا التحديد جاء بحجم 5.25 جيجا بيتز حتى وانني فقط قادم من بيتا واحد الى بيتا اثنان يعني تم عليه الكثير من العمل هذا التحديد لو نذهب على الاعدادات ثم نذهب على جنرال او عام ثم about او حول ندخل على التحديد من هنا عندنا رقم البناء هو وعشرون بي خمسة صفر خمسة صفر اف وحرف اف في الاخير يخبرنا على انه ما زالت هناك على الاقل نسختين او ثلاث نسخ تجريبية قبل ما تنزلها الرسمية ايضا عندنا التحديد جديد على مستوى المودم واحد نقطة احدى عشر نقطة صفر اثنان اذا كنت على بيتا واحد او ستة عشر نقطة صفر وعندك مشاكل في الاتصالات او تريجي او اي شيء له علاقة بالاشارة والاتصالات ممكن تجد على انه تم حليه في هذا التحديد واول ميزة جديدة اظن انكم لاحظتموها وهي هنا في البطارية كما تشاهدون طبعا تعلمون انه تم اضافة النسبة المئوية للبطارية لكن في هذا التحديد تم اصلاح مشكلة مهمة وهي انه الان البطارية تنخفض ولا تبقى مليئة بالكامل ويبقى فقط الرقم في الوسط وهذا شيء مهم جدا لانه في السابق صراحة تبقى البطارية مليئة حتى ولا تكون خمسون او ثلاثون في المئة لا اعرف ذلك تبقى دائما تظهر كأنها مليئة لكن الان سوف تنزل كما تشاهدون تنزل كلما استخدمتها وستبقى فيها الارقام في الوسط وايضا تم تغيير حجم الارقام كما تشاهدون يظهر بخط اكبر بقليل ويظهر بشكل اوضح مما كان عليه في السابق ايضا عندنا تغيير اخر وهو الان لو تقوم بتوصيل جهازك مع الشاحن وعندك شاشة القفل كما تشاهدون مباشرة بعدما سأقوم بتوصيله انا عندي الديناميك ايلاند هذه النشة الجديدة لن تظهر سوف تظهر فيها الاشعار لكن في الايفونات السابقة سأشرك لكم صورة رجعت تظهر هذه العلامة فوق الساعة التي تعطيك المستوى الخاص بالبطارية لما تقوم بتوصيل ايفونك كانت ابل قد حدفتها في ايوز 16 لكن اخيرا رجعت في هذه النسخة ايضا عندنا تغيير اخر جديد وهو انه الان تطبيق والت او المحفظة يمكنك اخيرا ان تقوم بحدفه طبعا ليست ميزة كبيرة ولا اعرف السبب الذي جعل ابل تقوم بهذا لكن هذا التطبيق كان من التطبيقات الاساسية في الجهاز ولا يمكنك حدفه لكن الان كما تشاهدون يمكنك حدفه وليس فقط حدفه من الشاشة الرئيسية بل حدفه بالكامل ابل قررت ان تعطي المستخدمين هذه الامكانية ايضا عندنا خاصية جديدة فقط بالنسبة للاخوة الذين عندهم الايفون 14 برو او 14 برو ماكس الان لما تقوم باعادة تشغيل جهازك سوف تسمع صوت مباشرة بعد ايقاف الجهاز سوف تسمع صوت ومباشرة بعد تشغيل الجهاز سوف تسمع صوت هذه الخاصية موجودة في الاعدادات لو نذهب على الاعدادات ثم نذهب على اكسسيبوليتي من هنا ننزل الاسفل ثم نذهب على اوديو اند فيزويل وننزل الاسفل كما نشاهدون الخاصية موجودة من هنا باور اون اند اوف ساوند وصراحة انا لم تعمل معي وايضا كل من عنده جهاز برو ماكس 14 برو ماكس لم تعمل معه حتى لو قمت باعادة تشغيل جهازي الان لن تسمعوا اي صوت لكنها تعمل على اجهزة 14 برو وهذه بدون شك فقط مشكلة في البرو ماكس يتم اصلاحها في النساقة التجربية القادمة قبل ما تنزل رسميا لكنها لم تعمل معي وايضا العديد مما جربها على 14 برو ماكس لا تعمل معه لكنها تعمل في الاجهزة برو 14 برو شغالة ويمكنكم مشاهدتها في هذا الفيديو ايضا تم حل مشكلة مهمة وهي انه لما تقوم بعمل كوبي لأي نص وتريد ان تقوم بلسقه في تطبيق اخر كانت دائما تعطيك تلك الرسالة المزعجة الان تم حد فيها سأريكم مثال كما تشاهدون هنا عندي بيتا واحد نفس الشيء بخصوص ايوة 16 لما سأقوم بعمل باست او لسق سوف يعطيك هذه الرسالة دائما يعطيك هذه الرسالة حتى لو تكرر نفس الامر وقالت ابل انها مشكلة وتم اصلاحها اخيرا في هذه النسخة الجديدة ايضا تم اصلاح مشكلة اخرى وهي مشكلة خطيرة لا اعرف اذا لاحظتموها في تطبيق الخرائط لما تطلب اتجاه للذهاب لمكان ما يعطيك الاتجاه الخطأ في ايوة 16 الرسمي وايضا في ايوة 16.1 بيتا واحد كما تشاهدون هي عندي من هنا الاجهزة في نفس الاتجاه وتعطيني درجات مختلفة وهذا الشيء خطير صراحة لكن ابل قامت باصلاحه في بيتا اثنان كما تشاهدون هذه تعتبر النسبة الصحيحة في التحديث الجديد وفي التحديث القديم تعتبر نسبة خاطئة وممكن ايضا تعطيك اتجاهات خاطئة ايضا هناك مشكلة اخرى اشتكلي منها الكثير من المتابعين على مستوى الواتساب لما تقوم بارسال صورة او فيديو يخرج الواتساب يكرش ويخرج لوحده هذه المشكلة تم اصلاحها ايضا في بيتا اثنان في الايفون 14 ايضا بجت عنده انيميشن جديدة لما تقوم بتوصيله مع الشاحن كما تشاهدون سأقوم بتوصيله يمكنكم ان تروا هنا الانيميشن الجديدة على مستوى النوتش او الديناميك ايلاند وايضا في الوضع الافقي كما تشاهدون لو اذهب على سفاري ثم اقوم باعادة توصيل الشاحن كما تشاهدون عندنا انيميشن جديدة كما تشاهدون هذه الانيميشن الجديدة ايضا عندنا برمجة جديدة على مستوى تطبيق الاختصارات اسمها get current focus يمكنك استخدامها من اليوم فصاعدا في اختصاراتك ايضا لو كنت تستخدم خاصية شازم او خاصية التعرف على الاغاني من هنا في ال control center ابل اخيرا قامت باضافة لها قسم خاص داخل مكان البطارية يعني ممكن الان ان تعرف كم تستخدم هذه الخاصية من البطارية لو كنت تستخدمها كثيرا سوف تجدها من هذا المكان وسوف تجد نسبة المئوية التي استخدمتها تلك الميزة من البطارية بالنسبة للاخوة الذين عندهم الايفون 14 pro max وعندهم المشكلة التي ظهرت في الكاميرا تهتز الكاميرا او مشكلة في الصورة لم يتم اصلاحها في هذا التحديد وصلتنا بعض الاخبار الغير مؤكدة لان ابل لم تخرج باي تقرير رسمي لكن سمعنا انها تكلمت مع موقع 9to5mac بعدما تواصلوا معها وقالت ابل انه تعرف بوجود المشكلة والاسبوع القادم سوف تنزل تحديد ايواز 16.0.2 خاص بحل تلك المشكلة الموجودة في كاميرا 14 pro max لكن غير ذلك في هذه النسخة تم اصلاح العديد من المشاكل المتواجدة سواء في ايواز 16 الرسمي وايضا في 16.1 beta 1 وانا استخدم هذا التحديد منذ اكثر من 12 ساعة الان لم اواجه اي مشكلة بجاتا واذا تتساءلون متى سوف ينزل هذا التحديد لو نذهب من هنا على التاريخ في هذا الاسبوع نتوقع الاسبوع القادم يوم 26 او 27 تنزل نسخة beta 3 من هذا التحديد 16.1 وايضا في نفس الايام الايام الاولى في الاسبوع القادم نتوقع نزول 16.0.2 رسميا الذي سيصلح مشكلة الايفون 14 pro ولا اعرف اذا سينزل لجميع الاجهزة او فقط لهذا الجهاز وبالنسبة لمتى نتوقع نزول ايواز 16.1 رسميا للجميع فنتوقع نزوله في الاسبوع الثالث من شهر عشر يعني حوالي يومي 17 18 او 19 ينزل في هذه الايام والله اعلم ابل لا تخبرنا ابدا لكن هذا حسب عدد النسخة التجريبية التي نتوقعها واذا اردت تحميل هذا التحديد يمكنك ذلك فقط بالذهاب على هذا الفيديو الذي يدار من هنا اضغط عليه سيأخذك مباصرة لطريقة تحميل هذا التحديد مباصرة من موقع ابو لا تنسى لايك والاشتراك معنا مهم جدا لتصلك شروحات الايفون اول باول نلتقي خدا في فيديو جديد سلام اشتركوا في القناة